نشر موقع بوليتيكو تقريراً إخبارياً كشفا فيه عن موجود اختلاف بوجهات النظر بين بغداد وواشنطن حول مدى استمرارية التهديد الذي يشكله الإرهاب على العراق ويشير التقرير إلى أن إدارة بايدن لها رأي مناقض بخصوص التهديدات الإرهابية في المنطقة والعراق ويضيف التقرير أنه من الواضح أن إدارة بايدن لها مصلحة واضحة ببقاء القوات في العراق فهي وبحسب وجهة نظرهم تمنع أي ظهور مستقبلي لداعش في المنطقة فضلاً عن ردع أي توسع للنفوذ الإيراني مبيناً أن مهمة التحالف أصبحت أكثر أهمية في وقت تعيش فيه المنطقة توترات أمنية ونزاعات إقليمية محتملة ولفت تقرير بوليتيكو إلى أن تعليقات السوداني تؤشر لتحول في آرائه حول تواجد القوات الأمريكية في البلاد ترجمة نانسي قنقر